ولادي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي مادة الاحياء اهل وسهلا بكم. وكننا حلنا في الفيديو اللي فات آآ جزء الاولاني من المناعة لغاية السؤال رقم اتنين وتلاتين. وهنكمل مع بعض طبعا بقية تأسيرة المناعة. وبنطلب منكم في البداية آآ دعوة صالحة. ولايك وشير للقناة مع مصدر عاطف عدلي عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله وتعمل استفادة على الجميع. نشوف السؤال اللي هو رقم آآ حلينا مع بعض الغاية السؤال رقم آآ اتنين وتلاتين. هنحل مع بعض السؤال رقم تلاتة وتلاتين. اي مما يلي يمثل استجابة النبات كما يوضحه الشكل المقابل. نبص للشكل ونشوف ان فيه كائن آآ ممرد كخيط لكائن ممرد اخترق النبات. والنبات طبعا هيبتدي يعمل استجابة المناعية. ودية خلية نباتية. وهنشوف النبات هيعمل ايه. طالما الخيط الكائن الممرد داخل داخل النبات. فهل كده النبات هيتخلص من انسجته المصابة. ولا يترسب السموخ. ولا انتفاع جدر خلوية. يبقى اكيد هنشوف مش هيكون انتفاخ لان هو الكائن الممرد اخترق النبات. ما حصلش قطع فمش هيترسب سموخ. طيب في حاجتين هنا هو وتتخلص من النسيج المصاب. طيب ولا آآ الاحاطة بغلاف عازل. احنا عارفين ان خيوط الغزل الفطري في اللي هو المناعة اللي هو استجابة للاصابة. تركيب مناعية خلوية. وهي الاحاطة بغلاف عازل. وهنا مش التخلص من نسيج مصاب. لكن هنا الاجابة الصح اللي هي الاحاطة بغلاف عازل. طبعا يمنع انتشاره لخلايا السليمة. يبقى الاختيار بتاع الاختيار ديل. نكمل ونشوف اربعة وتلاتين ما الوسيلة المناعية اللي تمنع الدخول. هنا بيقول لي تمنع ايه دخول المكروب. يا ترى مين اللي بيمنع دخول المكروب? هل تكوين غلاف عازل حول المكروب? هو ده بيمنع انتشار. تمام. تكوين التيلوزات التيلوزات تمنع انتشار. الحساسية المفرطة تمنع انتشار. لكن اللي بيمنع دخول هو ترسيب الصموغ. ترسيب الصموغ يمنع دخول. الكائن الممرض الى داخل النبات. اي مما يلي من الوسائل المناعية التي تشير لنجاح المكروب في الدخول الى النبات. يعني كده المكروب نجح يدخل جوه النبات. فهنشوف النبات يبتدي يعمل استجابته المناعية. هل هي عن طريق يبتدي يعمل جدار خلوي? وسيلة مناعية تشير لنجاح المكروب في الدخول الى النبات. هل هو الجدار? لا طبعا مش الجدار. هل هو تكوين فلين? هو دخل نجح المكروب فمش هيكون طبعا فلين خلاص. اه ترسيب الصموغ برضو زي الفلين. لكن هو النبات طالما نجح المكروب في الدخول داخل النبات هيبتدي يعمل استجابة هيكون ما يعرف به التيلوزيت. شوف السؤال ستة وتلاتين. اي مما يلي يمنع انتشار? يبا انا بدور هنا على من انتشار? يمنع انتشار. هل تكوين الفلين? لا ده يمنع دخول. اه ترسيب اللي يجنين على الجدر برضو ده بيكون عائق يمنع دخول. ترسيب صموغ يمنع دخول. لكن اللي يمنع انتشار هي الحساسية المفرطة. حساسية المفرطة. سبعة وتلاتين بيقول لنا ان في شكل بياني التالي يعبر عن الحجم المتاح لمرور الماء داخل وعاء خشبي. وتعرض للقطع في احد النباتات. هنا على الافقي حدوث قطع. وحجم المتاح للمية على الرأسي. تمام. طيب. لما يحدث قطع هيكون النبات التيلوزات وبالتالي هيسد اللي هو الكصيبات. واكيد هيقل اللي هو مرور والحجم المتاح. مش هيزيد. يبقى كل لما يكون في قطع هيحصل تكوين تيلوزة. وهيبتدي التيلوزات تقلل حجم المتاح لمرور المية. هيقلل الحجم المتاح لمرور المية. فالعلاقة كده علاقة عكسية. طيب مين اللي يقول ان فيه علاقة عكسية. مش اه اه الاختيار الف. ولا الاختيار جيم هيزيد ويقل. ولا الاختيار ده اللي هيقل ويزيد. يبقى الاختيار صح بتاعي اللي هو الاختيار باق. ان هو هنا. آآ كل حدوث قطوع في النبات. هيتكون تيلوزات. وهيقل حجم المتاح لمرور المية. مش هيزيد. هيقل. يبقى الاختيار بتاع الاختيار باق. ده الاختيار الصح اللي انا هختاره. نشوف بعد كده في المناعة البيو كيميائية اي مما يلي يحفز وسائل المناعة الطبيعية بالنبات عند الاصابة بمكروب. اكيد في آآ مناعة بيو كيميائية عند النبات اللي هي المستقبل. تدرك وجود المكروب وتنشد دفاعات النبات خاصة الموروسة منها. مش هيكون البروتينات المسببة للمرض. ولا البروتينات المضادة للكائن الدقيق والمستقبلات مع بعض. ولا كل المستقبلات وبروتينات مسببة للمرض. لا. طبعا هي المستقبلات فقط. هي اللي تدرك وجود المكروب وتحفز وسائل المناعة الموروسة عند النبات. اي مما يلي من وسائل خط الدفاع التاني عند النبات اكيد المناعة البيو كيميائية لان فيه النبات عنده خطين دفاع. خط الدفاع الاول. خط الدفاع الاول اللي هو المناعة التركيبية. ده خط الدفاع الاول. ده خط دفاع اول المناعة التركيبية يبقى خط دفاع اول. وفيه خط دفاع تاني اللي هي المناعة البيو كيميائية. يبقى فيه خطين دفاع. طب مين هنا تبع الخط الدفاع اللي هو المناعة البيو كيميائية. اكيد مش تكوين الفلين ولا تكوين السموخ ولا تكوين التيلوزات. لكن اكيد تكوين الفينولات. الفينولات مادة تبع المواد البيو كيميائية. والجلوكوزيدات وتعتبر مناعة بايو كيميائية وهي خط دفاع تاني للنبات. اي مما يلي يلزم لتنشيط المناعة البيو كيميائية في النبات ضد كائن ممرض معين. اه اللي بنشط المناعة البيو كيميائية عرفنا المستقبل. ينشط دفاعات النبات تمام. و اه يدرك وجود الميكروب وينشط دفاعات النبات خاصة اللي هي الموروسة منه. فهنا في مستقبلات ايو اخطار المستقبلات على طول بتاعت النبات. مش انزيمات نزع السمية. مش وجود مواد كيميائية مضادة. مش وجود بروتينات مضادة للكائن الضقيق. لا احنا هنختار المستقبل. عند اصابة النبات بكائن ممرض. اي مما يلي من الوسائل الدفاعية للقضاء على المكروب. قضاء على المكروب. هل اللي بيقضي على المكروب الطبقة الشمعية يمنع دخول? تكوين اللي جنين عقق منيع. يمنع دخول. الانسداد يمنع انتشار. لكن الفينولات يعتبر من الوسائل اللي بتقضي على المكروب. وهنا ده الاختيار بتاع الصح الفينولات. والجولوكوزيدات. اه تعتبر هي مواد سامة وتقتل الكائن الممرض. نشوف ونكمل. اه تشترك الجولوكوزيدات والاحماض الامنية غير البروتينية في كل مما يأتي معادة. انها موجودة في النبات قبل حدوث الاصابة. تمام? هي بيقول بتشترك مع بعض في كل اللي هيجي معادة حاجة واحدة. تمام. اه الدولوكوزيدات والاحماض الامنية في كل مما يأتي موجودة في النبات قبل حدوث الاصابة. ولا هي مواد سامة للكائن الدقيق ولا بتستجيب لتأثير المستقبلات ولا لها نفس التركيب الكيميائي. هل الجولوكوزيدات والاحماض الامنية الغير بروتينية هي لها نفس التركيب الكيميائي? لا طبعا هي ملهاش نفس التركيب الكيميائي بتختلف في التركيب الكيميائي. لكن ممكن تبقى موجودة اه في النبات. وبتزيد اه تركيز عقب الاصابة. هي مواد سامة ايوة مواد سامة. اه تستجيب لتأثير المستقبل ايوة بالمستقبل بيزود تركيزها. لكن ليس لها نفس التركيب الكيميائي. شوف بعد كده السؤال رقم اه تلاتة واربعين. الشكلان البيانيان التاليان يمثلان بعد خطوط الدفاع المناعية في النبات. واحد بعد اه الوسائل المناعية قبل الاصابة. بمقروب. واتنين بعد الاصابة بمقروب. ادرس الشكلين ثم اجب. ما الذي يشير اليه الحرف ايه? احنا هندور الاول على الحرف ايه? كان موجود. تمام? هو هنا في واحد بيقول لنا اه الوسائل قبل الاصابة. يعني هنا كده. دي قبل الاصابة. وديت اه بعد الاصابة. طيب نشتدي نشوف بقى ان هنا قبل الاصابة بعد الاصابة. نشوف اللي بيشير اليه? ايه? ايه? تركيزه قبل الاصابة قليل. تركيزه وبعد الاصابة بيزيد. طيب مين اللي تركيز قبل الاصابة قليل وبعد الاصابة بيزيد? هل القيوتين? لا طبعا انزيمات نزع الصمية دي بعد الاصابة. هل التيلوزات? لا ايه بتتكون اه عاقب الاصابة ما تكونش موجودة ويزيد التركيز. يب احنا وصلنا الاجابة الصحيحة. وهي المستقبلات. المستقبلات هي اللي موجودة قبل الاصابة وتزيد عاقب الاصابة. ما الذي يشير دي الحرف بيه? طيب بيه كان تركيز برضو قليل. وهيبتدي يزيد بعد الاصابة. تمام? طيب مين اللي كان تركيزه موجود? وزاد آآ بعد الاصابة? نبص للاختيارات. انزيمات نزع الصمية. لا دي بتتكون بعد الاصابة. الصموغ لا ديت لو حصل قط او جرح في النبات. تيلوزات لو عدسة قطع في الجهاز الوعائي. قال كان فنين ده كلام صح. كان فنين ايوه موجود ويزيد عاقب الاصابة. تزيد التركيز بتاعه عاقب الاصابة. نكمل ونشوف. بقية الايه? الاسئلة بتاعتنا. ما الذي يشير دي الحرف سي. نرجع تاني ونشوف سي. سي آآ التركيز سابت. آآ قبل الاصابة تركيز سابت. بعد الاصابة تركيز سابت. ما حصلش فيه اي تغيير. يبقى اكيد دي مناعة تركيبية. يبقى مين اللي تابع المناعة التركيبية? اللي موجودة مش هتتغير من قبل وبعد الاصابة? هل الكيوتين ايوة طبعا ينفع الكيوتين? مش هيكون الفلين ده يتكون بعد الاصابة? حدسة قطع? ولو حدسة قطع السموخ? لو غاز ومقروب للجهاز الوعائي يتكون التيلوزات? يبقى الاجابة الصح بتاعتنا ما ايه اللي هو? ايه الكيوتين? الكيوتين ده الاجابة الصح. ماشي? مش هتكون اللي هو السموخ ولا التيلوزات ولا الفلين. ما الذي يشيل لي الحرف دي? نرجع ونبص كده على دي. آآ دي اتكونت بعد الاصابة ما كانش موجودة قبل الاصابة. يبقى على طول ديت ايه البروتينات المضادة للكائن الممرض او انزيمات نزع السومية. وبالتالي مش هتكون المستقبلات لان هي موجودة وتزيد عقب الاصابة. مش الفنولات موجودة وتزيد عقب الاصابة. الكانة فنين موجودة وتزيد عقب الاصابة. لكن هي الانزيمات نزع السومية. انزيمات نزع السومية. هي دي الاختيار الصح. السؤال اربعة واربعين. اي الوسائل التالية يكون بقتل الكائن الممرض? احنا عاوزين يقتل الكائن الممرد مش بيتعمل مع سموم الكائن الممرد. مش بيتخلص منه. طب الحساسية المفرطة بتتخلص من الكائن الممرد. اه تيلو زاد. اه بتمنع انتشار الكائن الممرد. وبرضو الحساسية تمنع انتشار الكائن الممرد. عشان بتتخلص من الانسجة المصابة. لكن هنا في اتنين انزيمات نزع السمية. هل تقتل الكائن الممرد وتتعامل مع سموم الكائن الممرض يتفضل عندي اللي هو الاختيار الجولوكوزيدات ديت بتقتل والكائن الممرض هي الجولوكوزيدات والفينولات ومواد سامة للكائن الممرض. شوف السؤال خمسة واربعين. الشكل البياني يوضح معدل التغير في تركيز المادة واي احدى وسائل المناعة في النبات. تمام واي كان في لحظة الاصابة كانت موجودة وزاد التركيز بتاعها بعد كده سبت. يبقى لدوة المناعة دي فطرية. لا طبعا مش فطرية. تركيبية موجودة سلفا. لا هي اكيد ولا تركيبية استجابة للاصابة هي اكيد ايه مناعة طبعا بايو كيميائية لان موجودة وزادت عقب الاصابة. لحظة الاصابة نصرت عليها وزادت تركيزها. ماذا تتوقع ان تكون المادة واي المادة واي موجودة. يبقى مش هتوبة طبعا مناعة استجابة للاصابة تركيبية. ولا دي السموخ برضو استجابة ولا اللي جنين. لكن هي هتوبة مادة كيميائية اللي هي ايه اللي كان في تنين. نشوف اي العبارات تنطبق على المادة واي. اعرفنا المادة واي. طبعا بتوجد في النباتات وتقل بعد الاصابة. ازاي بتقل? لا دي بتزيد. توجد في النبات وتزداد بعد الاصابة. ده كلام صح. توجد وتزداد بعد الاصابة. هل تتعرف على الميكروب وتنشط عمله? ولا تحلل المواد اللي يفرزها الميكروب ده كله ده كلام مش مزبوط يبقى الاختيار به. شوف بعد كده بيقول لأي الوسائل المناعية في النبات متخصصة في عملها. طبعا اللي يدرك وجود الميكروب وينشط دفاعات النبات وخاصة الموروسة هي المستقبل. لكن مش المواد الكيميائية مش المواد الكيميائية. مش التيلوزات. مش التركيب المناعية الخلوية. لكن يعتبر كده المتخصص المستقبل لانه ليه وظيفة واحدة يدرك وجود الميكروب وينشط دفاعات النبات وخاصة الموروسة منها. اي من مالي يمكن ان يصاحب آلية فرط الحساسية في النبات. يبقى فيه آلية اسمها فرط الحساسية يعني يبتدي يزود حساسية النبات. اكيد مش التيلوزات ولا الفلين ولا الجدر كل دوت حضرتك دي مناعة تركيبية. سواء قبل الاصابة او بعد الاصابة. وده كل بعد الاصابة. وآآ زيادة تركيز الفينولات للاجابة الصح. يبقى اذا يصاحب آلية فرط الحساسية في النبات. زيادة طبعا تركيز الفينولات. اي مما يلي آآ من الوسائل المناعية التي تتكون بعد تعرض النبات لاصابة بالميكروب. يعني اذا ما كانتش موجودة. وهيبتدي يكونها الاصابة. مش المستقبل. مش الكانة فنين. مش السفالو. لكن هي انزيمات نزع السمية. تتكون ونحفظ مع بعض عقب الاصابة. ما مدى صحة العبرطين توجد انزيمات نزع السمية في النبات قبل تعرضه للاصابة. طبعا العبارة الاولى دية خطأ. آآ لزا تصف هذه الانزيمات كمواد واقية. لا هي ملاش علاقة بالواقية. تمام? يبقى اذا العبرطين كده خطأ. العبرطين الاولى والتانية خطأ. تمام? مش هتنفع العبارة الاولى ولا العبارة التانية ولا التالتة. يبقى اذا العبرطين خطأ. نكمل ونشوف من الاشكال التالية اجب ان فيه اشكال عطيها لي سين. مشتركة بين الدعامة التركيبية والمناعة التركيبية. ايه تشترك بين الاتنين دعامة. ومناعة. يطرى الكيوتين. ولا السوريولوز. ولا اللجنين ولا السيوبرين. نحاوزين دعامة تركيبية. ومناعة تركيبية مكتسبة. يعني حصلت بعد الاصابة. يبقى مش الكيوتين لانه هو موجود قبل الاصابة. مش السوريولوز موجود قبل الاصابة. مش اللجنين موجود قبل الاصابة. يبقى اذا بالاستبعاد جبت الاجابة الصحة لها السيوبرين. ما الذي يعبر عنه الحرف صوت. انزيمات نزع السمية. طبعا الاتنين بيدخل فيه تركيبهم احماض امينية. وان كان السيوبرين احماض امينية غير بروتينية بس في احماض امينية. اما انزيمات نزع السمية احماض امينية. يبقى الاختيار بتاعي الاختيار ديل مش ينفع الف ولا باء ولا جيم. يبقى احماض امينية. شوف ما الذي يعبر عنه الحرف عين. نشوف عين. وعين دعامة تركيبية ومناعة تركيبية فطرية. الدعامة التركيبية ومناعة آآ فطرية تركيبية اكيد هنلاقي اللجنين. ممكن نلاقي كيوتين. ممكن نلاقي السوليولوز. كله ده موجود كمناعة وكدعامة. عند النبات ونشوف الاختيارات اللي جايبها. آآ السوليولوز والجنين فقط. طيب نكمل. هي كلمة فقط هنا نبص عليها. آآ كريوتين وسوليولوز فقط. كيوتين ولجنين فقط. طيب لجنين وسوليولوز وكريوتين يبقى هو مجمعهم مع بعض. يبقى تنفع التلاتة. لجنين وسوليولوز وكريوتين ده اختيار صح مية في المية. ونكمل ونشوف سؤال رقم واحد وخمسين ما مدى آآ صحة العبارتين التاليتين. الفنولات مركبات كيميائية سمة. تقتل الكائن الممرض. ويدل وجودها على حدوث اصابة للنبات. طبعا هي موجودة قبل الاصابة وبعد الاصابة بتزيد تركيزها. يبقى هنا مش العبارتين صحيحتين. ولا العبارتين خطأ. ولا العبارة الاولى خطأ والتانية صحيحة. لكن العبارة الاولى هي الصحيحة. والعبارة التانية هي اللي خطأ. نشوف ونكمل مع بعض كيف تعمل المستقبلات الموجودة في خلايا النبات كوسيلة للدفاع. المستقبلات بتعمل ايه? اكيد المستقبلات لها دور وهي متخصصة. تعمل كعازل لوقف انتشار مسببات هي ملايش علاقة بان هي تكون عازل. آآ ترتبط بالجزئات البروتينية ولا تعمل ولا ترتبط بالمواد الكيميائية اللي ينتجي النبات. لا يا ملايش دعوة برضو بترتبط بالمواد الكيميائية. بترتبط بالجزئات البروتينية الموجودة على سطح الكائن الممرض وتحفز الاستجابة. ما هي بتحفز الاستجابة فعلا المناعية. آآ نشوف دال بترتبط بالمواد الكيميائية الموجودة في الخلايا النباتية لتكوين الجدر الخلوية. لا طبعا يبقى على طول بالاستبعاد هي بترتبط بالجزئات البروتينية الموجودة على سطح الكائن الممرض لان السطح الكائن الممرض عليه مستقبل مناعي. فهترتبط به المستقبلات ولما ترتبط به المستقبلات هتبتدي تحفز اللي هو الاستجابة المناعية. سؤال تهاتة وخمسين بيقول لنا تنتج الكائنات الممرضة مواد ضارة للنبات. اي نوع من المواد التالية سوف ينتجه النبات للحد من ذلك الضرر. على طول عارفين ان المواد الكيميائية هي سموم. يبه هنا كده افراز سموم. طب مين اللي هيتعامل مع سموم الكائن الممرض? ايوة انا وصلت للاجابة مش السفال والسبرين. مش الجولوكوزيدات مش المستقبلات. لكن هي انزيمات نزء السمية. تتعامل مع السموم وتبطل سميتها. تتشابه المستقبلات مع انزيمات نزع السمية في انها غير متخصصة. ولا ان اعلى تركيز لها يكون اثناء الاصابة بالمكروب. ولا انها موجودة سلفا في النبات. وانها ذات تأثير مباشر ضد المكروب. طيب انزيمات نزع السمية ملهاش تأثير مباشر على المكروب. اه انزيمات نزع السمية بتعامل مع السموم. فاحنا مش هنا مش متخصصة. تمام? اه موجودة سلفا في النبات لا انزيمات نزع السمية بتتكون بعد الاصابة. يبقى الاختيار الصحي بتاعي. ان اعلى تركيز لها يكون اثناء الاصابة بالمكروب. شوفوا نكمل. السؤال خمسة وخمسين. عاطيني شكل بياني. يوضح نسبة مركب ما في النبات. عنده حدوث اصابة بمكروب. ماذا تتوقع ان يكون هذا المركب? طيب ندرس الرسم. هو المركب موجود. وزاد واستمر بعد الاصابة. تمام? ونسبة المركب بتزيد وتزبط. يبقى ازا موجود قبل الاصابة. يبقى مش انزيمات نزع السمية. اكيد المركب دوة الكيميائي مش السيولوز ولا الكيوتين. لكن كده هو عبارة عن المستقبل. يبقى ازا المستقبل اه موجود ويزيد ويزبط ليعزز دفاعات النبات. عند اي نقطة تكون الاصابة? اكيد النقطة اللي هي يبتدي يزيد عندها التركيز. والنقطة اللي زاد عندها التركيز مش سيبت هي النقطة بي. النقطة بي اللي زاد عندها التركيز. يبقى مش الاي الاي ولا السي ولا الدي. نكمل ونشوف اه اللي هي الاصيلة بتاعتنا. اي من مهال ليس له تأثير مباشر على الكائن. الممرض لكن ليه تأثير غير مباشر على السموم بتاعته. اللي مش الفنولات ده تأثيرها مباشر. مش الكنة فنين تأثير مباشر على المكروب. مش الجلوكوز دات لكن هي انزيمات نزع السمية تتعامل مع سموم الكائن الممرض. يبقى ده تأثيرها تأثير غير مباشر. شوف السؤال اللي هو رقم سبعة وخمسين. وبيقول لنا تعرضت اربع نباتات من نفس النوع لجرح عميق في نفس الوقت. اي الاشكال يشير الى خلايا النبات التي لا تحتوى على مستقبلات. اكيد اه هتبقى في استجابة لو في مستقبل. وهيبتدي يعمل رد فعل النبات كمانيها. وهيكون ما يعرف باسم التيلوزة. طيب هنا في آآ 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 باق كوان تيلوزة. في جيم كوان. ده الكوان لكن اللي ما كوانش اللي هو النبات الف. وبالتالي هنا لا يحتوى على مستقبل. بعض النباتات تنتج اوراقة مصبطات لانبات التركيب التقاصرية لبعض الكائنات الممرضة. كآلية للدفاع عن نفسها ضد. اكيد هي آآ هتمنع انبات يوبى مين اللي بيحصل له انبات الفطر. مش البكتيريا. ولا الحشرات. ولا الديدان ده كده بالاستبعاد. يوبى ازن اللي يحصل انبات ليه تركيب آآ التقاصرية بتاعته. زي ما خبنا في فطر عفن الخبز ليه تركيب آآ تقاصرية. اللي هو الفطريات. نشوف السؤال تسعة وخمسين. عند اصابة النبات بمكروب. فانه يستجيب لذلك بافراز مواد كيميائية ضد الكائن الممرض كيف تنتقل هذه المواد. الانتقال عن طريق الجهاز الوعائي. وهو بيشبه عندنا الجهاز النقل في الانسان. طيب يبقى مش عن طريق الفجوة العصرية. ولا عن طريق المستقبلات. ولا عن طريق الادم الخارجية. لكن النقل هيتم عن طريق الجهاز الوعائي. والجهاز الوعائي اللي هو الخشب واللحاء. تمام? فالنقل هيتم عن طريق اللي هو اجهزة النقل عند النبات كجهاز وعائي. وطبعا ليعزز دفاعات النبات بعد الاصابة. از علمت ان حمد التانيك هو مركب كيميائي. عضوي. تنتجه بعض النباتات. حيث يتسبب في انقباض الانسجة المخاطية كما في اللسان. وباطن الفم عند تناولة. ما نوع الاستجابة المناعية لهذا النبات. اكيد مش تركيب موجودة اصلا. مش تركيب نتيجة للاصابة. لكن ولا بايو كيميائية نتيجة كاستجابة للاصابة. هي موجودة اصلا عند النبات. يبقى هي بايو كيميائية موجودة اصلا. يبقى الحمد التانيك هو مركب كيميائي. حمد التانيك هو مركب كيميائي. والنبات يقدر يعمله. تمام. وموجود عنده. ويزيد عقب ايه? الاصابة. فبيو كيميائي موجود اصلا. وطبعا متوفر عند النبات. فهي تعتبر منيعة بايو كيميائية موجودة اصلا. تمام? نشوف السؤال بعد كده اللي هو السؤال رقم اه واحد وستين. تستطيع بعض النباتات انتاج مصبطات لانبات جرسيم بعض الكائن الممرض. وذلك للدفاع عن نفسها. ما نوع الاستجابة المناعية في هذه الحالة? نوع الاستجابة هل هي بايو كيميائية ناتجة كاستجابة للاصابة بالمكروب? ولا بايو كيميائية موجودة سلفا ولا اه تركيبية ولا تركيبية ناتجة للاصابة. طب نشوف مع بعض بتستطيع بعض النباتات انتاج مصبطات لانبات جرسيم بعض الكائنات للدفاع عن نفسها. يبقى بتنتج المصبطات دي اللي بتمنع النبات جرسيم بعض الكائن الممرض. فهي دي مناعة بايو كيميائية. طيب هل المناعة ديت آآ كاستجابة للاصابة? ولا موجودة سلفا للنبات. المناعة البيو كيميائية ديت يقدر النبات انتجها? يبقى هي موجودة عنده. تمام? يبقى موجودة سلفا. يبقى ازا هي موجودة سلفا عند النبات. وليس هي بايو كيميائية نتيجة كاستجابة للاصابة يعني ما تكونتش بعد الاصابة. لانه بيقول يمكن للنباتات امتاج هذه كمصبطات لانبات الجرسيم. تمام? وتقدر تدافع عن نفسها. هي موجودة سلفا. مش تركيبية. مش تركيبية نتيجة كاستجابة للاصابة بالمكروب. يبقى احنا كده نختار الاختيار به. بايو كيميائية موجودة سلفا بالنبات. نكمل ونشوف اي مما يلي قد ينتج النبات للقيام بهذا الدور. يعني اللي موجود عنده آآ سلفا ويزيد آآ بعد الاصابة اكيد مش المستقبلات. والسيفال والسبرين ولا انزيمات نزع السمية. ايا كان الاختيار الصح الفينو لات. لانها بتعمل ايه? نبص تاني مع بعض. بيقول لك لان هي مصبطة. كلمة مصبطة يبقى اختار الفينو لات. مصبط يبقى الفينو لات. تمام? ومواد سامة. تمام. اي الوسائل المناعية التالية تزول بزوال خطر الاصابة. نرجع ونبص على الرسومات البيانية. نلاقي ان بيزول بزوال خطر الاصابة. انزيمات نزع السمية. تتكون آآ بعد اللي هو آآ اثناء الاصابة. تمام? وتزول بزوال خطر الاصابة. وتتعامل مع طبعا آآ سموم الكائن الممرض. مش هتكون الفلين. ولا المستقبل ولا التيلوزات. لكن انزيمات نزع السمية. نشوف آخر سؤال معنا. قبل ما نحل آخر سؤال. بنطلب منكم طبعا دعاء ولايك وشير للقناة. عشان يوصل لكم كل جديد. وآآ شاركوا طبعا وشيروا لآآ اصحابكم. عشان يعم الخير للجميع والاستفادة تصل للكل. شوف السؤال الاخير. اي الاشكال البيانية التالية يعبر عن تركيز المستقبل في احد النباتات عند تعرضه لاصابة بمكروب وحلينا زي مش هيكون طبعا بيقل. مش هيكون بيقل. اللي هو الرسمة اللي هي الاولى دي هي بيقل. مش هيكون بيقل في الرسمة باق طبعا ولا بيزيد ويقل. لكن هو طبعا موجود. وعنده حدوث الاصابة زيت. وطبعا ابتدى تركيزه يقل شوية ويزبط. يبقى ازا افضل اختيار في الاختيارات هو الاختيار اللي هو الاختيار جيم. كده حللنا مع بعض كل اسئلة المناعة في النبات وان شاء الله نحل من كتب تانية ومصادر اخرى عشان يوصل لكم جميع الاستفادة ان شاء الله واعلى الدراجات وده كاترة المستقبل.